اعلن التحدي وكسب المواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل حرص على ان يكون الاضراب العام محطة يثبت من خلالها للداخل والخارج قدرته على انجاح التحرك من حيث التأثير والتنظيم والتفاف المنضوين اليه حول خياراته وبالخصوص من حيث توجيه الرسائل لمن راهن على تقليم اظافر المنظمة النقبية او اختراقها لتحجيم دورها وحضورها في المشهد حدة في الخطاب ورفع لصقف التحدي بتصعيد التحركات والتصدي لخصخصة مؤسسات القطاع العام يعيد الى الاذهان موقف الاتحاد المعلن بشأن الحكومة منذ اشهر خلت وهو الذي وصف خياراتها بالفاشلة ودعا الى رحيلها ثم انسحب من حوار قرطاج محملا الائتلاف الحاكمة مسؤولية خياراته الازمة ليست وليدة اللحظة ولن تحل بجلسة تفاوذية فالخلاف اعمق واشد والمواجهة مرشحة الى التصعيد الخلاف يبدأ بالدفاع عن السيادة الوطنية جراء انصيع الحكومة التام لاملاءات صندوق النقد الدولي ويتواصل لرفض السياسات الليبرالية المتوحشة التي تمنح امتيازات لارباب المال والاعمال وتغذ النظر عن رموز الفساد واستفحال الاقتصاد الموازي الذي يضرب الاقتصاد الوطني المنظم في العمق لمصلحة بعض المتنفذين فيما يتحمل الشغالون معظم الاعباء الجبائية الخلاف يمتد ايضا الى موقع تونس من القضايا العربية والقومية وانخراط الحكومة في سياسات المحاور التي حادت عن نبض الشارع في تعلقه بالقضية الفلسطينية ومناصرته لحق الشعب اليمني في تقرير المصير ودعواته المتكررة الى اعادة العلاقات مع سوريا اليوم حكومة الشاهد في واد والاتحاد العام التونسي للشغل والشغالون بالفكر والساعد في واد اخر وحسابات الاحزاب للاستحقاقات الانتخابية هي التي قد تدخل على الخط باتجاه اشعار فتيل الازمة او اخمادها بحسب مصالحها وحساباتها القرارات التصعيدية المرتقبة من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل السبت المقبل قد تكون محددة في استقراء تطور الصراع ومآلاته عمشتارة تونس الميادين